يعاني قطاع غزة من تلوث خطير في المياه نتيجة التراجع السريع في مخزون المياه الجوفية وبادت نسبة التلوث تصل إلى 90% ما أدى إلى تفشي أمراض خطيرة بالإضافة إلى اجتياح مياه الصرف الصحي غير المعالجة للأبار الجوفية نتيجة انقطاع تيار الكهربائي المستمر بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال منذ 11 عاما نتابع هذا التقرير عبرت تقارير صدرت عن مراكز بيئية عن كارثية الواقع البيئي للمياه في غزة بعدما أفدت المعطيات بأن ما يتوفر من مياه صالحة لا يغطي إلا حاجة ثلث سكان القطاع بسبب اجتياح مياه الصرف الصحي غير المعالجة نتيجة الانقطاع المستمر في الكهرباء للأبار الجوفية لدينا مشكلة في موضوع التلوث من مياه الصرف الصحي والدليل على ذلك هناك ارتفاع في تركيز مركب النترات في المياه الجوفية تركيز مركب النترات في المياه الجوفية يشير إلى وجود تسرب لمياه الصرف الصحي من سطح الأرض إلى المياه الجوفية طبعا الأسباب وراء ذلك أنه نحن نتحدث عن خزان جوفي قريب نسبيا من سطح الأرض كل المؤشرات أصبحت تدل على تدهور الواقع المائي في قطاع غزة مما يعني العودة للحديث عن تحول القطاع إلى مكان غير قابل للحياة بحلول عام 2020 إن لم تقدم حلولا مناسبة للمياه قطاع غزة حسب كل التقارير أن لم يتم إيجاد مصادر مدينة على هذا الخزان الجوفي وتعزيز الخزان نحن مقبلين على كارثة وهذا ما أكدوا التقرير أن غزة لن يصبح مكان قابل للحياة بحلول العام 2020 وصلت نسبة تلوث أو تلوث مياه خزان الجوفي إلى أكثر من 96% يعني وقصدنا التلوث هو زيارة نسبة الأملاح خاصة النترات واللكلورايد وإن كانت التقارير تتحدث عن ضرورة تقديم الحلول العاجلة لأزمة المياه في القطاع قبل حلول عام 2020 إلا أن المواطنة بات يشعر بالأزمة خلال تفاصيل حياته اليومية المياه هذه اللي بتصل بس يعني لا الغسيل ولا التغسيل بس مش أكثر ولا الوضوء للشرب طبعا لنا سنينة بنشتر مياه شرية احنا لا تصلح للشرب مياه اللي بتيجي هذا بنستخدمها لستخدماته الأخرى غسيل حتى الجلي هذا اللي بنجلي بالمياه اللي بتيجي هذا الله يعلم ايش بيصير معنا وفي ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعيشها المواطنون هنا وكثرة الأزمات التي طالت تفاصيل حياتهم تضاف إليهم أزمة المياه لتنذر بما هو أسوأ منعوك القناة رؤيا غزة فلسطين